بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله تحياتي للجميع التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة الحلقة العاشرة باب لا يموت أحد إلا وهو يحسن بالله الغن وفي الخوف من الله تعالى مسلم عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل وفاته بثلاثة أيام لا يموت أن أحدكم إلا وهو يحسن الغن بالله أخرجه البخاري وذكره ابن أبي الدنيا في كتاب الغن بالله وزاد فإن قوما قد أرضاهم سوء ظنهم بالله فقال لهم تبارك وتعالى وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فصلة الآية 23 ابن ماجا عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال كيف تجدك فقال أرجو الله يا رسول الله وأخاف ذنوبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكتمعان في قلب عبد مؤمن في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف ذكره ابن أبي الدنيا أيضا وأخرجه وترميدي وقال هذا حديث حسن غريب وقد روى بعضهم هذا الحديث عن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت المري الحكيم في الأصل السادس والثمانين من نوادر الأصول حدثنا يحيى ابن حبيب عن عدين قال حدثنا بشر ابن المرضى العنعوف عن الحسن أنه قال بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال ربكم عز وجل لا أجمع على عبدي خوفين ولا أجمع له أمنين فمن خافني في الدنيا أمنته في الآخرة ومن أمنني في الدنيا أخفته في الآخرة حدثنا أبو بكر ابن سابق الأموي قال أبو مالك الجنبي عن جبير عن الضحاك عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما يذكر من مناجات نوسى عليه السلام أنه قال يا موسى إنه لن يلقاني عبد لي في حاضر القيامة إلا فتشته عما في يديه إلا ما كان من الورعين فإني أستحييهم وأجلهم فأكرمهم فأدخلهم الجنة بغير حساب فمن استحيى من الله تعالى في الدنيا مما صنع استحيى الله تعالى من تفتيشه وسؤاله ولم يجمع عليه حيائين كما لا يجمع عليه خوفين فصل حسن الظن بالله ينبغي أن يكون أغلب على العبد عند الموت منه في حال الصحة وهو أن الله تعالى يرحمه ويتجاوز عنه ويغفر له وينبغي لجلسائه أن يذكروه بذلك حتى في قوله تعالى في الحديث القدسي أنا عند غن عبدي بي فليغن بي ما شاء وروا حماد ابن سلم عثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمت أن أحدكم حتى يحسن الظن بالله فإن حسن الظن بالله فمن الجنة ورعي عن ابن عمر أنه قال عمود الدين وغاية مجده وغروة سنامه حسن الظن بالله فمن مات منكم وهو يحسن الظن بالله دخل الجنة مدلا أي منبسطا لا خوف عليه وقال عبد الله بن مسعود والله الذي لا إله إلا غيره لا يحسن أحد الظن بالله إلا أعطاه الله ظنه وذلك أن الخير بيده وذكر ابن المورق قال أخبر سفيان أن ابن عباس قال إذا رأيتم بالرجل الموت فبشروه ليلقى ربه وهو حسن الظن به وإذا كان حيا فخوفوه وقال الفضيل الخوف أفضل من الرجاء وما كان العبد صحيحا فإذا نزل به الموت فالرجاء أفضل من الخوف وذكر ابن أبي الدنيا قال حدثنا يحيى بن عبد الله البصري قال حدثنا سوار ابن عبد الله قال حدثنا المعتمر قال قال أبي حين حضرته الوفاة يا معتمر حدثني بالرخص لعلي ألقى الله وأنا حسن أرن به قال وحدثني عمر بن محمد الناقد قال حدثنا خلف ابن خليفة عن حسين عن إبراهيم قال كانوا يستحبون أن يلقنوا العبد محاسن عمله عند الموت حتى يحسن رنه بربه عز وجل وقال ثابت البناني كان شاب به رهق فلما نزل به الموت انكبت عليه أمه وهي تقول يا بني قد كنت أحذرك مصاعك هذا قال يا أمه إن لي ربا كثير المعروف وإني الأرجو اليوم أن لا يعدمني بعض معروفه فقال ثابت فرحمه الله بحسن أغنه بالله في حاله تلك وقال عمر بن رر يوما في كلامه وعنده ابن أبي داود أبو حنيفة أتعذبنا وفي أجوافنا التوحيد لا أراك تفعل اللهم اغفر لمن لم يزل على مثل حال السحرة في الساعات التي غفرت لهم فإنهم قالوا آمنا برب العالمين فقال أبو حنيفة رحمك الله القصص بعدك حرام وكان يحيى بن زكريا إذا لقى عيسى بن مريم عليهما السلام عبسا وإذا لقيه عيسى تبسم فقال له عيسى تلقاني عابسا كأنك آيس فقال له يحيى تلقاني ضاحكا كأنك آمن فأوحى الله تبارك وتعالى إليهما إن أحبكما إلي أحسنكما ظنا بي ذكره الطوري وقال زيد بن أسلم يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال انطلقوا به إلى النار فيقول يا رب فأين صلاقي وصيامي فيقول الله تعالى اليوم أقنتك من رحمتي كما كنت تقنت عبادي من رحمتي وفي التنزيل قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون الحجر الآ56 وسيأتي لهذا الباب مزيد بيان في باب سعة رحمة الله عفه يوم القيامة إن شاء الله تعالى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم